السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته احباب واصدقائك انا تخضرنا لك. موضوع النهاردة عن عن تلفزيون اربعين بوصة. هنقول عليه ملخص بسيط كده وشوفوا الحاجات اللي بتجي جوا الكارتونة. وملخص بسيط عن امكانياته. يلا بينا. بيجي زي طبعا انا بستخدمه بقى لشهر. بيجي زي الدم حرك وده في الكارتونة. واكتب عليه جميع المصافاته اللي هو في اتنين فتحتين اتش دي ام. وفي فتحتين اتنين يو اس بي. وهو فرق عشرة لمانين بيكسل. اه دي المصافات العامة اللي هو التنبيه يحتوي على اه مدخل اتنين دي اتش دي ام. مدخلين اتنين يو اس بي. في مدخل انت ممكن توصله عن طريق اريا عادي. ممكن توصله عن طريق فتحة اتش دي ام زي ما انا عامل كده بالكمبيوتر. وممكن لو انت عندك كيسة هتوصلها عن طريق الكابل اللي هو الفولج اللي يقول علي اللي هو اللي زي بتاع الشاشة اللي هو القديم ده اللي بتعمل بمسامير عادي. ممكن اتوصل عليه ما فيش اي مشكلة. طبعا اه تلفزيون در بين بوسة. انا كنت انها واجيب شاشة اوصلها على اللابتوب شاشة عادية. اه على الساسة بقى الحجم يبقى اكبر من كده. اه طبعا حجم اللابتوب اصغير فما بقاش يناسبني عاوز حاجة كبيرة. فلاقيت الشاشات العادية. اه اللي موجودة اللي كنت بجيبها بخمسمين جنيه من كم سنة وراء. بقيت بالفين ومعدية وتسعتاشر بوصة. فلاقيت قدام التلفزيون در بين بوصة وامكانها يتوى حلوة والناس كلها بتوشكر فيه. فاجبته وبقى لشهر استخدمه. اه زي انتم شايفين جدا. الوان جميلة جدا. اه بيدي صوتها جميل جدا. وصوت السماعات اه جميل جدا. اه فعجبني. فوصلت عن طريق اه جبت كابلة اتش دي ام. ووصلت عن طريق الكابلة ده. باللابتوب. فابتدأ اي عدد ليا الشاشات اللابتوب او كمبيوتر اللابتوب على الشاشة اللي هلنبعين بوصة دي. طبعا بقت حجمه اكبر وصوى اوضح من اللابتوب بكتير. طبعا انا بصور لكم هنا كده طبعا الصورة مهام انا اصور بالموبايل مش هقدر اوصل لكم ضكة الالوان والكام ده كله طبعا عشان مش هيبقى بنسبة مية في المية عن طريق التسويق بالكامل وتر موبايل. لكن انا اقدر اكون الالوان بتاعنا بريش عارة باستخدموه ما شاء الله يعني. اه صورة جميلة واضحة. يعني ليت فيه فرق كبيرا. كنت عايز حجمه اكبر من اللابتوب بصراحة اللابتوب خمساشر بوصة. ففرق كبير خمساشر بوصة لابعين بوصة طبعا. فرق واضحة قدامه يبقى بعيد شوية. تمام? مش شرط يبقى لازق في الشاشة. يعني واحد يجيب اه كوبورد او اه ماوس ليزر. اوكي? ويعب بعيد عن الطريق ازا مسلا خوالي اتنين متر ولا تبقى الصورة واضحة قدامه. ولا متر ونص وكي? ويبقى ايه? بيقدر يستخدمها بدلا بيبقى لازق ووش وما تفوس في اللابتوب او وعمال ينقر على الحاجة طبعا كلما تبقى بعد بعيد وشك عن الشاشة بيبقى فيه ليك صحيا عشان يعني يقول ان الواحد انا نصري كان ست تقلب كتير من كتر النظر مباشرة لشاشات الكمبيوتر او الموبايل او كام ده كله. فده كان عرضه بسيط جدا جدا لمميزات الشاشة دي زي ما احنا قلنا عنا نرجع لها حاجة سريعة بسرعة كده. فيها مدخلين خلفي يو اس بي. مدخلين اتش دي ام فتحة اللي نتوصل عليها كيس الكمبيوتر. تمام? وفي فتحة انها توصل اللي للتليفزيون بتاع زي ما ده. وطبعا انا موصله زي ما اقولت له عن طريق كابل اتش دي ام. غبت كابل اتش دي ام وموصله بطريق خلفي. وعرض اللابتوب بشغال عادي بس اعرض اللي على اللابتوب بدلا ما يتعرض على اللابتوب. عرضوا على الشاشة زي ما هي قدام حضراتكم كده. وده كان ملحظ بسيط جدا انا الشاشة جميلة جدا زي ما انتم شعرفين الانوان طبعا انا نفسي كنت اعرض لكم حاجات تانية غير اللي معروض ده بس عشان حقوقه الطبع والنشر يعني انا ما كنت اعرضش اتغال لكم فيديوهات اه فيلم بتاعنا فاهم عشان بس حقوقه الطبع والنشر والكام ده كلهم فما ينفعش فاهم اعرضت الحاجات اللي الخاصة بي انا يعني اللي حاجات توضح اللون بس العلوان والصورة هو تلفزيون جميل جدا جدا. ما تنسوا ناشا كما اعفو اللايك والشير. وجزاكم الله كل خير. كما اناكم تعمل نبيل. واشوفكم في فيديو جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة